اشتركوا في القناة للتاريخ من زوايا محددة وزوايا ما فيهاش مغامرة كتير وما فيهاش تفاصيل كتير هي الزاوية كما رصدت تم ذكرها النهاردة كمان فيه رؤية تاريخية المجموعة من الأحداث اللي عدت على مصر كل ده متجمع النهاردة في حاجة واحدة انتاجات خاصة بضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة انتاجات تاريخية توثيقية مع ضيفنا اللي منورنا في الفقرة الثقافية النهاردة هتكون دسمة طويلة شوية مع حضراتكم ضيفي الكريم الدكتور عبدالواحد النبوي أستاذ التاريخ في جامعة الأزهر ووزير الثقافة الأسبق صباح الفل يا دكتور صباح الجمال دكتور خليني الأول أروحنا حضرتك في رحلة عن ذاتك عن الدكتور عبدالواحد لحد ما وصلنا للحظة اللي احنا فيها دي الخبرات بقى والتنقلات الرئيسية اللي عدت على حياتك لو حبيت تقولها لي في حاجة مختصرة كده هتكون ايه يعني مواطن ولد مصري تولد في الريف المصري تعلم فيه وبعدين كمل تعليمه في القاهرة في جامعة الأزهر اتخرج من كسم التاريخ والحضارة وتعين معيد في الكامعة عمل ماجستير ودكتوراه وبعدين خاد رحلة من العمل في مؤسسات الوزارة الثقافة وبخاصة دار الكتب ورساك القومية وده اللي خلاها أكثر اطلاعا وأكثر تشابكا مع الواقع الثقافي بشكل كبير له صدقت كتير مع كثير من المثقفين وعلى علاقة بكل الأدباء والمثقفين بشكل كبير وفرض عليه العمل أو تخصوصه الأساسي أنه كأساس في الجامعة أنه ينتج مجموعة من الكتب اللي بتعلق بتخصوصه هو تخصص تاريخ الحديث والمعاصر تخصص الحديث والمعاصر ده يعني هي أكثر سياسة منه أكثر من شيء آخر يعني ده رصد للواقع التاريخي في فضلات معينة القريب خاصة أن أنا في المجلسير عملت عن حاجة سماء المعارضة في البرمان المصري من 1934 إلى 1936 وما بعد ذلك حتى يعني وصلت بقى العمل نفسه بما يتعلق بقى بتاريخ مصر وبالأحداث المهمة في تاريخ مصر منها على سبيل المثال يعني حرب اكتوبر يمكن لها كتبين مهمين في هذا الكتاب اللي هي حاجة اسمها مصر في قلب المعركة ودولت بيقرخوا بشكل كبير وبيقدموا الوسائق لحرب اكتوبر اللي كثير منها يعني ما هيش في تناوله وبالتالي كان مهم إن احنا نطلعها للمصريين بشكل كبير أيضا من ضمن الكتب فيه كتاب مهم اسمه المصر في المواجهة ده كان بيتكلم عن يوميات قناة السويس يوميات تأميم القناة إزاي مصر كانت يوم بيوم الأحداث بتمر بيها وبخاصة على الجانب الدبلوماسي الدبلوماسية المصرية في المواجهة لأنها بتركز كتير لأن المعركة كانت دبلوماسية من الدرجة الأولى كيف يمكن أن تجعل دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط تتحالف عليها كوى عظمة تستطيع أن تهدمها وتامحوا تاريخها فترة طويلة إنها تقف أمام هذا الأسد البريطاني الكبير وفرنسا الضخمة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت إلى حد ما تقف في صف بريطانيا وفرنسا وحركتها في المنطقة يعني هنجد مصر مثلا من ضمن الكتب يعني موقف مصر من حركة رشيد علي الكراني في سنة 1941 ودي كانت حركة ضد بريطانيا بشكل كبير بنتكلم عن الكدس وأهميته في ذاكرة المصريين والقضية الفلسطينية نجد حاجة أسماءها فلسطين في البرلمان المصري نجد حاجة أسماء الكدس في وساق حرب 48 أيضا مصر وهي حركتها في المنطقة في حاجة أسماءها مصر والخليج في دول الخليج في عصر محمد علي في حاجة أسماءها السياسة الخارجية لمحمد علي يعني هي إلى حد ما فيها كينونة مصرية لمحاس كلها تدور بشكل كبير يعني اهتمام مصري أكثر من أي شيء آخر كانت معظم الكتب فيها رصد حضرتك للموضوع من النحية التاريخية من قراءات مختلفة وقائع مختلفة ولا كان فيها الشق التوثيقي بالصور وبالوثائق أكتر هو طبعا أولا العمل في مجال أو كتاب في مجال التاريخ لابد أن تعتمد على مصادر أصيلة وأهم هذه المصادر الأصيلة هي الوسائق وبالتالي كل الدراسات التي أنا كنت بيها أو الأبحاث أو الكتب التي أخرجتها هي تتعلق وتعتمد بشكل كبير بالوسائق وبالتالي في كتب كانت تصب مباشرة أننا نقدم مجموعة من الوسائق مع دراسة موجزة لها وفي كتب كانت كل عمادها وصمامها كذلك يعني مثلا على سبيل مثال رسالة الدكتوراه عن مصر والسياسة البريطانية في إمارات الخليج العربي ودي هذه المجموعة هذه الوسائق وأهمية هذه الرسالة معتمدة على وسائق بريطانية وأمريكية ومصرية بشكل كبير لكن هي مكتوبة كلها يعني لا يوجد فيها الملحق وسائق فقط اللي يتناول هذا الموضوع فكيف قائمة على البحث الخاص بحضرها بالضبط يعني في هذا الأمر فيه الدراسات فيها ما تحت مجموعة من الوسائق للمصريين اللي يقرؤوها ويروا كيف كانت تداري الدولة من خلال الوسائق نفسها ومع دراسة جد عن هذه الوسائق وفيه ما قدم خلاصة هذه الوسائق في كتب وأبحاث جد في هذا الموضوع لو بدأت مع حضرتك من أول الكتب اللي استشعرت أنها كانت لاقت صدى كبير وكانت محطة تاريخية مهمة بالنسبة للرسالة حضرتك كانت إيه؟ بس إيه وطبعا إنما نتكلم المعارضة في البرلمان المصري كان لها رسالة قويس لأنه طبعا كان أول دراسة جد أن نتكلم عن المعارضة يعني أنك أنت طول مين دي أنا أستأذنها ده المعارضة في البرلمان المصري 1924 ل1936 بتتكلم في بداية البذور بتاعة الفكرة تقريبا وقتها وبعدين فيها تأريخ بقى للمراحل دي وهتلاقوا كل حاجة بالتاريخ بالوقت بالساعة إن أمكن وهتلاقوا تفاصيل كتيرة جدا وأتصور كمان أن حضرتك حطت الحاجات اللي رجعت لها برضو آه طبعا في قابل المصادر المراجع ده كان تقريبا إيه؟ الرحلة اللي كانت فيه في إطار المعارضة في البرلمان المصري أول مصادر كان ردود الأفعال بتاعته إيه؟ والله أولا هو طبعا لأن ده كان في الأساس رسالة الماجستير بس هو طبعا كان فيه قبول كبير لأن المهتم بالحياة النبية المصرية والحياة البرلمانية كان بيرى أن الكلام دائما عن حزب الأغلبية الذي يحكم كان عن الحزب الذي تمثله الحكومة داخل البرلمان وبخاصة كان حزب الوافد لأن الحزب الوافد لم يكن في يوم من الأيام معارضا داخل البرلمان المصري في التجربة الليبرالية اللي هي من 1924 إلى 1952 اللي هي الفترة وبخاصة بيطلق علىها أحيانا فترة الملكية فبالتالي كان معظم الأحزاب الموجودة فيها أحزاب إلى حد ما لم تكن معلومة زي الحزب الوطني اللي هو مقصود به الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل وده واحدين فيه حزب الاتحاد كان موجود يعني حزب الشعب كان موجود هي أحزاب إلى حد ما كانت هي تمثل يعني وعادة كانت نسبتها اللي هي تزيد عن من 19% توصل إلى 12% أحيانا ما تزيدش بأي حال من أحوال عن هذا العدد يعني لو وصلت لحاجة 22% بيبقى شيء جيد ده بيبقى إنجاز فبرضو عشان الناس اللي بصت أحيانا لفترة الملكية أننا كنا في نعيم ورخاء وكان المعارضة يعني أقول لك مثال من ضمن ما حدث كانت المجانية التعليم في مصر في ذلك الوقت في حاجة اسمها لك الحق أن تحصل على المجانية بتقدم شهادة فقر وبتقدم شهادة أوراق عشان تحصل التعفل من المصارف في المدارس وهي مدارس حكومية مش مدارس خاصة كمان يعني فكانت هذا الأمر كان 2% فالمعارضة في البرلمان حاولت أنها ترفع من 2% إلى 5% فكل البرلمان ضج وكيف يكونوا ذلك ومن سوف يعمل صانعا ومن سوف يعمل نجارا ومن سوف يعمل مش عارف جزمج يعني إيه اللي هي أصحاب المهار رفضين الناس تتعلم قال لك اه دي احنا معناه ان احنا لو أزدنا لو سبنا الناس تتعلم هيبقى مش عندي نص صناعية معنا أصح للأسف وده كانت مفهوم مغلوط ومفهوم خاطئ انتعلم وهما يتخصصوا في المهن التي يريدوها وكانت كل الكلام على زيادة 3% من 2% إلى 5% ده سنة 1934 فطبعا كانت شيء يعني بتكلم على وسط الفترة الملكية اللي هي يعني اللي هي بيقولوا انها فترة الرخاء ومن أزعى العصور اللي عدت لا لا غير صحيح تماما وانا اعتقد ان احنا نحتاج الى كثير عن هذا الامر هي كانت طبعا لها انجازاتها مفيش حاجة اسمها في التاريخ أبيض وفيش حاجة اسمها في التاريخ إسرع لكن هي في كل أحوال هي لها انجازاتها صحيح لكن فيها المساوء الاجتماعية والاقتصادية كانت كثيرة والسياسية ايضا كانت فيها مشاكلها تسلط بريطانيا علينا في ذلك الوقت العباء على التناقضات ما بين الأحزاب وضرب الأحزاب بعضها البعض حتى من يتولى الحكومة ومن لا يتولى الحكومة ده كلها كانت أمور يعني اعتقد الكراءة فيها سوف تسكل عقل المصري لكن احنا لأسف يعني الكراءة ضعفت في هذه الأيام بشكل كبير لو رحت مع حضرتك لحاجة تانية برضو فيه المعارضة في البرلمان ايه الحاجات اللي رصدتها تانية في هذه الحقبة ممثلة أو مشابهة للنقطة اللي اتكلمنا فيها الخاصة بالخمسة في المية في التعليم يعني هو طبعا كان فيه اهتمام لو فيه فصل معمول عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البرلمان لو لاحزنا هلا كان فيه اهتمام أكثر من طبقة كبار الملاك بمصالحهم أكثر من شيء أخر يعني على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مد طرعة جديدة شقة طرعة جديدة لرأي أراضي زرعية جديدة فنجد ان الكبار الملاك انه هما يجعلوا الطرعة دي لا تمر في أراضيهم بشكل كبير تطهير الطرعة والمصارف نجد انها تكون في أراضيهم أكثر من أي شيء آخر يعني هي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية إلى حد المكسل لكن طبعا القضايا الوطنية كانت مؤسرة يعني القضايا الوطنية المقصود بيها وجود الاحتلال البريطاني في الأراضي المصرية الخلافات المستمرة الموجودة عليها وأعود أقولك حاجة ما فيش برلمان من البرلمانات تستمر في فترة كبيرة يعني أهم برلمان لو كان برلمان 24 اللي جاءت فيه حكومة سعد الزغلول يعني هما بدأوا في أبريل واتحل البرلمان في نوفمبر سنة 1924 يعني من أبريل لنوفمبر وفترة قريمة وحاجة حصل ما يطلق عليه اسم الانكلاب الدستور يعني تعطل الدستور من 24 و25 إلى أنجرت انتخابات جادة في 26 حصلت انتخابات في 25 لكن البرلمان ما استمرش أكثر من 9 ساعات نظرا لأن البرلمان اختار سعد الزغلول رئيسا له مجلس النواب فبالتالي وجدت بريطانيا أن والملك والملك فؤاد في ذلك الوقت أنه هيبقى خطر عليه موجود عزيز الشخصية الوطنية الكبيرة فعشان كده حلوا البرلمان بعد 9 ساعات بالضبط من اختيار سعد الزغلول رئيسا لمجلس النواب وضربوا الفكرة النيابية في مقتل طبعا يعني لما حد يكلموا لك ده الفكرة النيابية كانت خطيرة وكانت مهمة لا فيها من العيوب والمسالب ما يدينها وفيها أيضا من الحسنات ما كان لها كان فيه نوع من الحرية وكان فيه نوع من الاستجوابات لكن في النهاية حكومة الأغلبية التي كانت تحكم عادة كانت تقضي على أي استجوابات أو أي تأسلم برضو في نفس الإطار ومستهوين الكتاب أنا طبعا اطلعت عليه وبدو حضراتكم من قرأته سواء كنتوا بتحبوا الروايات والقصص فهتلاقوا هنا روايات لكن حقيقية هتلاقوا قصص حقيقية واقع وهتلاقوا الحتة التاريخية كمان هتستمتعوا وانتوا بتعدوا فيها بالأرقام والتاريخ عايزة أقف مع حضرتك برضو وقفة تانية ردود الفعل المصرية اتجاه المعارضة في البرلمان في الوقت ده كانت ايه في الشارع أولا هو الأحزاب لم تكن أحزاب شعبية الحزب اللي هو كان مسيطر بشكل قوي هو كان حزب الوفد يعني طبعا ونعرف جدا وجدوا جرون في المكتوب على سعد الزغلول وإذا رشح الوفد بشعارف ايه ممكن ينجح فكانت السيطرة كبيرة كان أحادية الوفد مسيطرة يعني كان فيه طغيان لشعبية الوفد وسبب طغيان شعبية الوفد أن كان فيه قضيتين مهمتين هو بيحارب القضية الوطنية كدرجة أولى وأيضا الحد من استبداد الملك ودخله في السلطة بشكل كبير فبالتالي من خلال هذين القضيتين كسب شعبية ثانيا كان بيعمل بدرجة كبيرة لصالح يعني الطبقات العاملة اللي هي الفلاحين والعمال بدرجة كبيرة طب ده يتعارض شوية مع فكرة التعليم اللي تكلمنا عنها والذي كانت في ماهو ده ما كانش في عهد الوفد كان في عهد اسماعيل صدقي اللي هو كان عمل غير الدستور لأنه عمل سعد الزغلول عمل برلمان عمل غير الدستور وانتخب برلمان من مجلس واحد من 1936-1934 فبالتالي الفترة هو وده كان يتبع الملك او بمعنى اخر وجاء به الملك لينفس سياسته في السيطرة على الحكومة والسيطرة على البرلمان فهو كان اسماعيل صدقي هو كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت فبالتالي هنا لذلك نجد مين بقى الحزاب اللي كانت موجودة حزب اسم حزب الوطني الديمقراطي وده كانت على مبادئ مصطفى كامل حزب الوطني فقط مش الديمقراطي وده كان على مبادئ مصطفى كامل وطبعا هذا الرجل يعني لحد ما كان متشبس بفكرة الشعب المصري لحد ما كان يرى ان انا ايه يجب بعدت النظر فيها حاجة اسمها الجلاء التام او الموت الزؤام اللي هي كانت رومانسية شوية رومانسية جدا يعني فكرة انك انت لا تجلو الاول بعدين نتكلم مع بريطانيا تم نتكلم مع بريطانيا تفاوض مع بريطانيا وبعدين ايه عشان تجلو لا اقولك لا ما فيش مفاوضات يجلو الاول ياما نموت فطبعا ده فكرة كانت مقبول بها ايام مصطفى كامل باعتبار انه هو يعني ايه عاوز يحرك الامم وعاوز يحرك الشباب وذلك لما بقت حصلت مصر يحصل على استقلال مشوب بالحماية في سنة 1922 فاصبح هنا ما يمكن نطلق عليه يعني الشعب عاوز يخرج لنطاق اخر تحسين اوضاعه الاجتماعية تحسين اوضاعه الاتصادية ده اللي عمل عليها الوافد على حين بقى لحزاب التانية زي حزب الاتحاد وحرارة الدستوريين كان من كبار الملاك يعني دوست لا ايه انا اللي عمتلك 10.000 فدان والفلاحين بيشتروا عندي انا اللي نجحت في البرلمان على حين انا بعمل الفلاحين بشكل مش جيد او ان هم بياخدوش حقوقهم او هم شايفين انهم مظلومين فبالتالي هذه الامور اصرت في تأييد هؤلاء الطبقة لهؤلاء كبار الملاك فما كانش ما يمكن نحن نطلق عليه ما كانوش شعبيين ما كانوش شعبيين بشكل لانهم لو كانوا شعبيين كانوا خدوا الاغلبية وكانوا هما شكروا الحكومة وهم اللي حاكموا حركوا المشهد ولكن هو طبعا الاغلبية في ذلك الوقت كانت للحزب الوافد اللي استطاع النوع ما يمكن نحن نطلق عليه حقق نوع من الشعبية الطاغية في ذلك الوقت قيمت الوافد في الفترة دي ازاي اولا وقيم حضرتك بقى دكتور عبدالواحد هو الوافد في عهد سعد زغلور ومصطفى النحاس كان الى حد ما فيه تماسك وترابط بشكل جيد في الفترة اللي دي من 24 و 36 كانت كلمة الوافد عندما تقول هو كان الوحيد اللي كان بيستطيعه حرك المشهد يعني لما أحمد زيور اللي هو عمل عطر البرلمان وأوقف الانتخابات استطاع الوافد انه هو ينضم إلى مجموعة من الأحزاب الأخرى زي الحزب الوطني ثم انضم إليه لحرد دسترين ما بعد ذلك وحرك المشهد وأكبر المالك وأكبر حتى سلطات الاحتلال على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سنة 1926 كانت حياة سياسية كانت حياة سياسية أعوذلك فكرة وفكرة انه هم يعني كان شال والوافد كان عنده أزرع يعني كان من أم حاجة اسمها لجنة الطلبة كل قرية من كرة مصر كل مدرسة من مدرس مصر كان عنده طلبة وفديين قاعدة شعبية كبيرة تحرك أي حاجة تحرك أي حاجة فبالتالي هذه القاعدة الشعبية استطعت انها يعني يعني تعمل ترفع الوافد لعنان السماء يعني زي ما بيقولوا فضاء بك وانا بتكلم مع ضيفي دكتور عبدالواحد وحضراتكم بتسمعوا احنا مش بس بنتكلم ثقافة احنا بتكلم سياسة زي ما الدكتور استهل كلامه سياسة لما يكون الحزب لقاعدة شعبية لما يكون الحزب بيخدم الناس ووصل للناس بيسمع للناس بيتكلم بصوت الناس موجود في الشارع وقريب من الشعب بيقدر يكون حزب حقيقي بيقدر يمارس الحياة الحزبية والحياة السياسية بيقدر يغير ويفرض وجهة نظر القاعدة الشعبية بتاعته فهنا بدأ حزب الوفد وهنا رصدت المعارضة في البرلمان المصري من وجهة نظر دكتور عبدالواحد عايزة روح مع حضراتك بقى الحاجة تانية يعني حاجة من الحاجات التقيلة هو تقيل برضو علي دراسات وثائقية شايتين حضراتكم حاجة من الكتاب الكتاب حاجة ضخمة جدا الدبلوماسية المصرية في المواجهة يوميات تأميم شركة قناة سويس 1956 مختارات من وثائق الخارجية المصرية هتشوفوا حضراتكم داخل هذا المخطوط الكبير بالنسبة لي إن صح التعمير هتلاقوا أقلام كثيرة جدا عدت من هنا وثائق 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 ورصد ومتابعات ووجهات نظر وكلها مرصودة بأقلام من خطوها وبوجهة نظر من خطوها والتاريخ يتحدث داخل هذه الدراسة الوثائقية نروح بقى للرحلة دي حضراتك ممكن تبدأها منين أولا الكتاب ده أهميته في أن كثير من الدراسات أو كثير من ما كتب عن تأميم كناة سويس جاء من مصادر غربي يعني جامعة بريطانيين أو أوليكان أو فرنسيين وإلى حد ما رغم أن كان فيه البعض فيهم بيحاول أن يكون عادلا وأن يكون يعني راجل متسامح مع الوسائق ويأتي لنا بها حقيقة بما فيها إلا أنها لم تعبر بشكل قوي وجد عما كانت تقوم به مصر أو ما قامت به مصر أولا طبعا فكرة المعركة في تأميم كناة سويس كانت معركة دبلوماسية من الدرجة الأولى لأننا لو تحدثنا أنها معركة عسكرية فنجد أن الجيش المصري في ذلك الوقت لم يكن لديه من الأسلحة ولا من الكوامل العتاة أن يمكن أن يدخل في معركة عسكرية مع بريطانيا وفرنسا من الدرجة الأولى ومع حلفاء وبالتالي فاللعبة على الوركة الدبلوماسية كانت هي المعركة الحقيقية المعركة الحقيقية وده كان يجب أنه يظهر الأمر إن الكتاب ده عمل حاجة بتتعامل في معظم المراكز الجادة البحثية الجادة زي كيمبرج عندها حاجة بتصدر حاجة اسمها أركاف إيديشنز حاجة اسمها طبعات الأرشيف جامعة كيمبرج جامعة كيمبرج وده هي رقم أربعة على مستوى العالم كيمبرج دي فعندها متفق مع الأرشيف البريطاني إنها تصدر مجموعة من المجلدات تضم مجموعة من الوسائق تتناول فترة معينة أو دولة معينة أو حدث معين تأريخ بالوسيق بالوسيق فإحنا مشينا على نفس النسق ده إنه إحنا هي بتعمل بتضع هذه الوسائق حتى تكون بيناد القرى ويقرأ بنفسه ويتم تقديم لها في دراسة موجازة 20-30 صفحة 40 صفحة زي ما احنا عملنا في هذا الكتاب وتبوّبه حتى يستطيع أنه يقرأ بنفسه كيف كان يصنع الحدث لأننا قد أقرأ الحدث من وجهة نظري لكن القرى ما يمكن تصل له قراءات أخرى مختلفة فمن خلال الوسائق تكون بينادك فإنا هنا باب وجهات النظر الكثير وخطينا الوسيقى وحضرتك في الصارح بالضبط فإحنا قدمناها لونالوثيق عبارة عن إيه بتتكلم عن إيه وإنت أقرأ كمان حتى تعيش الحدث أحد أحد يعني لما بنقول سروط أنك أنت تكتب التاريخ معايشة الحدث لابد أن تعيش الحدث وأن تكون في زمن الحدث من خلال هذه الوسائق فالوسائق كانت أهميتها وخطورتها كيف يمكن أن تتخذ مصر قرارا مهما مثل هذا القرار وتتحرك لإنجاح القرار عايز أقولك لو إحنا جبنا الشعب المصري وجبنا الكيادات المصري في ذلك الوقت يمكن نصر 56 عبر نازل الموضوع الكيادات اللي كانت موجودة كان كثير منهم متشكك في نجاح هذه الخطوة المهمة والضرورية ألا بقى ربض الفعل سلاح نصر لما راح نفسه ومجموعة من الناس وصلاح سالم نفسه يعني سلاح نصر كمسك المخابرات وصلاح سالم نفسه كان عندهم تحفظ على هذه الخطوة يعني قالوا قالوا أنت يعني أنت ناوي تود مصر فقطون صعب يا عبد الناصر عايزة أسأل حديك سؤالها من الشيك يعني بعيدا عن فكرة تأميم القناة وعرفة إجابة حضرتك الزكية المقتضبة متخيلها يعني صلاح نصر ظلم تاريخيا لكمودير مخابرات العام المصرية بصي يعني أولا يعني المؤرخين ظلموا أو الراصدين ظلموا كل حتى الآن ما كتب عن صلاح نصر هي عبارة عن عبارة عن ذكريات لأشخاص عاصروا الأحداث أو شاهدوا بعضها فمعنى أنك أنت تشاهد بعضها أو تشاهد جزء منها فليست هي الصورة الكاملة للحدث وجهة نظرك في الحتة دي وجهة نظرك في الحتة دي يعني أنا قبلت حضرتك فعطت انطباعة والله هي جدة وكذا لكن أنا ما كملتش الصورة الكاملة ممكن تقابلني في مكان تاني وأنا بضحك فتقول هي بتغذر وجهة نظر لموقف بالموقف فكل من كتب عن هذه الفترة عن صلاح نصر في فترته اللي كان موجود فيها هي عبارة عن ذكرات قابله في حفلة شاي سلم عليه كان في حدث معه في عمل من الأعمال هكذا لكن ما يذكر له إن إحنا ما يذكر إذا أردنا أن نقول كلمة وجهة أنا الفترة منذ توليه إلى حد 67 كانت هناك عمليات جادة ومحترمة من المخابرات المصرية حققت بها نجاحا على مستوى مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط ومستوى العالم لكن نعم 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 طب اتقرخ ولا بس وجهات نظر لا حتى الآن ما فيش تأريخ جزء التاريخ لا يكتب إلا من الوسائق فما فيش وسائق وبالتالي ما عندناش حاجة بقي فكرة الوسائق لا هقولك حاجة بصي لو الوسائق فقدت في مصر هتلاقي موجودة في بريطانيا لو وجودت في بريطانيا هتلاقي في أمريكا لو فقدت في أمريكا هتلاقي في فرنسا لأن هناك رصدين زي ما هنا رصدين لكن هنا الأهم والأخطر بقى أن الكور الرئيس أو الوسائق المهمة والضرورية التي يعني تعطي الحدث يؤتمد عليها هي الوسائق المصرية ووسائق المخابرات المصرية لم تخرج طيب نرجع ليوميات تقميم قناة السويس 1956 الخطوة كانت مقلقة وكانت الناس قلقانة من رصد حضرتك بعد الألق ده تشكل القرار إزاي؟ هو القرار تأخذ في ودع داعي لما بنتكلم عن جبت القرار العشرين كله أو جبت حتى القرار أو تاريخ مصر نفسه من أعلامات بارزة في تاريخ هذا الوطن هي قرار التأميم وقرار التأميم وهو ساب أنه علامة بارزة ومهمة أنه نجح لأنه لو ما كانش نجح كان يبقى برضو علامة بارزة لكن بالسوق سقطة بقى كده فبالتالي نجاح هذا القرار هو يدل على أن كان عندنا عقلية وعية وفاهمة ولديها من الأدوات ومن الرجال ما ينفذوا هذه السياسة أو إزاي بقى هذه السياسة اللي تم العبء الأكبر والكبير كان على الخارجية المصرية خارجية المصرية لها سفراتها وكونسولياتها أو مفاوضياتها الموجودة في الحاكة السرعة من العالم وبالتالي عملت تقييم جاد ومحترم من الدول التي سوف تؤيدنا ومن الدول التي سوف تكفع الحياد ومن الدول التي سوف تعدينا اشتغلت على تطبيق سياسة الدولة بالضبط فبدأ من هنا في تعليمات للصفراء والقناصل اللي عمل هذا الوضع ده أول حاجة من ضمن التعميل اللي طلبوا قرار التأميم لأنه كان قرار التأميم هو قال إيه هي تأميم شركة القناة السويس العالمية شركة مساهمة مصرية تمام زي الفل بعد كده ده اللي بيجي لنا لا إحنا كل الناس كل الناس المساهمين في هذه القناة سوف تقدر كيمة مساهمتهم في هذه القناة بإغلاق بورسة باريس في هذا اليوم يعني بورسة باريس كان يسامب كام بعشرة فرانك خلاص بنت سامك عندنا بعشرة فرانك تيجي تاخد العشرة فرانك ماشي طيب ودي اللي كانت الجزء اللي عبت عليه بريطانيا وفرنسا وأمريكا أمريكا لاتطلهم لا مصر مش هتقدر تدفع هذه الفلوس لو أنتوا قررتوا أنكم تدخلوا وتاخدوا هذه الفلوس بهذا الأمر هما ما عملوش هذا الأمر لأنهم لو كانوا داخلوا أطالبوا مستحقتهم واستبدال الأسهم بأموال فهذه الحالة إحنا ما فيش مشكلة لكن أرادوا أنهم تستمروا الأمر باعتبار إحنا لنا فلوس وإحنا مساهمين في الشركة وإحنا عايزين نشوف حل إن إحنا كيف تبقى الشركة معا افتعلوا أزمة افتعلوا أزمة أن تستمر الأزمة يعني هي بأي هذا الشكل فبالتالي بدأت مصر من هنا طب إيه اللي ممكن يحدث أول حاجة طبعا اتجاهات بريطانيا وفرنسا مصر توقعت أن أول شيء يحصل سحب المرشدين من القناة وهو ما كانوا مرشدين فرنسيين وبريطانيين من الدرجة الأول وفي بعض من اليونان وفي بعض من أمريكا من أوروبا الشرقية وهكذا وبالتالي كيف يمكن نعودهم اتاخد بعض رجال البحرية المصرية أيضا اتاخد بعض أعلن في بعض الدول الأوروبية وغيرها اللي عاوز يجي يشتغل مرشد بحري في القناة المصرية أقدم ورق للسفارات المصرية دي حاجة من يعني لو حضراتكم عايشين الحدث والدكتور بيحكي أنتم بتحكوا عن أو بنتكلم عن ملحمة وطنية قد إيه العالم بيتأمر عليك ومش عايزك تعمل حاجة مش عايزك تأمم قناة السويس وإنت تفكر وتقول وتدور على الناس اللي عندك وتشوف رجالة البلد هم اللي يسدوا هم اللي ينقذوا لما الخواجة يسحب أدواته من عندك ويسيبك عايزك تقع تاريخ بيعيد نفسه بيكرر نفسه نفس الدايرة بنفس الطريقة بنفس الاسلوب الوقاعة بس هي اللي بتتغير فطبعا هو من هنا بدأ إنه إيباحنا كده القناة ما يحتاجينها الأمر الآخر طب الدول دي ممكن تعملي تاني ممكن تلجأ المجلس الأمن وممكن تلجأ الأمم المتحدة ممكن تلجأ لاجتماعات خاصة وخاصة بعد التهديدات في هذا الأمر وخاصة بعد ما الصحف كان الأخطر والأهم إنه إحنا كل رجالنا يعني مصر اللي متسحب سفيرها من باريس ومتسحب سفيرها من لندن ومتسحب سفيرها من أمريكا ومتسحب دول اللي ممكن تكون معادية لنا في هذا الموضوع لأن مهمته إنه يرصد ويقدم يعني أنا أقولك فيه كان سفير مصري في باريس اسمه كمان عبد النبي تا كان شخصية رائعة من ضمن لما حدث إن فرنسا قررت إنها تعمل خطاب شديد اللهجة وإحتجاج على اللي مصر قامت به وإنها بتطلب أنه تسلمه هذا الخطاب شديد اللهجة راح هو بيقابلهم في الخارجية الفرنسية قالوا أنا مش أستلم هذا الخطاب مصري مرسد سيادتها ولن أسمح إلا أنا أخذ خطاب منك شديد اللهجة تدينه مصر أو إنه كنت تتهم مصري باتهامات لايسة فيها الله وإذي كانت أول مرة أنا جايبك أنت مهمتك أنت جاي تسمع كلمتين تستلم الخطاب توصله لحكومتك قالوا أنا لن أستلم هذا الخطاب ومسل مصر ومسل الدبلوميسية المصري وقالوا أنا أرفض استلام هذا الخطاب وأنا مصر مرسد سيادتها ولن نسمح لأن أحد يتهمنا بأي أشياء من هذا وده كان أول مرة تحصل لما يأتي السفير يحتاج عليه هو عليه أنه يأخذ الاحتجاج لأنه ده باسمه إيه احتجاج موجه لحكومة مصر مش موجه لك كسفير لا أنا إنت عليك تأخذه تسلمه لحكومة مصر قالوا أنا مش هسلم ذلك نسمح أن أحد يحتاج علينا بهذه العبارات شديدة لك بطولات جانبية على هامش كل قرار فيها المصريين وفيها قوة المصريين تلاقي واحد عمل موقف دعم به الدولة كلها واحد قال كلمة كلمة يدعم بها التاريخ المصري يدعم بها الواقع المصري لو رصدت لي حاجة تانية غير الرجل العظيم يعني أولا كان من ضمن المشكلة إحنا اللي عارفينهم معايا مقايدين جميل بس إحنا عاوزين ناخد من الجزء المحايدين لنقلهم للمؤيدين وناخد جزء من المعادين للمحايدين يعني ده كانت سياسة الخارجية يعني سبيل المثال مصر لعبت مع حزب العمال البريطاني لأنه كان بيرفض سياسة حزب المحافظين اللي كان بيحكم بريطانيا التجذب والتقت مع زعمال أحزاب وتكلمت معاه ومعارضة وجهة نظر مصر وقدمت من الوسائق المصرية لأنه كانت دي من التسويق مصر تريد استلاع القناة تريد أن تغلق القناة تريد أن تستغلق على أموال القناة فطلع بيان حتى بيان من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالراصر اللي قاله بنفسه قال حرية الملحة مكفولة للجميع بنطبق حاجة اسمها اتفاقات الكوستنطينية اللي بتسمح لأي دولة تعد من القناة مع عدد دول اللي تتعادي مصر يعني هم ده وكل الدول دي مؤيدة ده مع عدد دول اللي تتعادي مصر الأمر الآخر أن العاوز يأخذ يستبدل أموال وبيأسهموا بأموال من الصبح نحن ما عندناش مشكلة أنه نحن عاوز يجيشتغل مرشدين بحريين ما عندناش مشكلة أنه نقعد نتفاوض على كيفية تحسين أوضاع القناة ما عندناش مشكلة لكن نتفاوض على أنكم تديروا القناة معنا لا لأنها على أرض مصرية وهي مصرية ولا نسمح لأن كان من ضمن سيادة هنا لأن بريطانيا كانت بتلعبها وفرنسا على أنها تشكل حاجة اسمها هيئة المنتفعين بالقناة أي هيئة المنتفعين يعني كل الدول التي تجرتها بتمر من قناة السويس تشترك في هيئة والهيئة دي تعمل هي التي تدير القناة وهي التي تحصل للرسوم وهي التي تقول مين يشتغل في القناة وهي التي لا يشتغل في القناة يعني معنى كده فمصر رفضت هذا الأمر رفضا تاما وأعلنت مقاطعتها لحاجة اسمها مؤتمر لندن الأول ومؤتمر لندن الثاني بسبب مثل هذه الأمور ففكرة الأمر كانت تثبت دول مهمة زي مثلا الهند الهند كانت بريطانيا كانت هي محتلة الهند في فترة من الفترات وبالتالي كانت تلعب على أنها تجعل الهند تكون ضد مصر بحجة أن مصر كدولة إسلامية هتناصب باكستان الدولة الإسلامية اللي هي ضد الهند فكانت مصر حريصة على إظهار أننا كدولة دولة لها علاقات قوية مع كل الدول ولا يفرق بينها موضوع الدين ولا العرق ولا غير في مراسة السياسة ولا تدخل في شؤونه الأمر الآخر مهم إزاي أنك إنت في دول زي مثلا الماجر ده كان من ضمن الدول اللي وقعت على الاتفاقات الوستنطنية لم تدع فطلبنا من أنها تحتاج وفعلا طلعت الماجر وطلعت احتجاج وحتاجت أه إنها ما تدعوش اللي تحذف فيتي نفسه نحن كسبناه بشكل كبير لدرجة أنه عمل فيتو على قرار تشكيل هيئة المنتفعين في 13 أكتوبر سنة 1956 في مجلس الأمن فكرة أنك إنت يعني مش ده أخطر ما كان في الموضوع كمان إن إحنا أعوذلك ساعة بساعة كان ما يحدث في كل دول العالم يتعلق بقناة السويس يصل لكادر مصري عندك كم رهيب من المعلومات اللي بنشر في الصحف اللي بتقوله المؤتمرات والأحزاب اللي بتقوله كله كل ما يتعلق بهذا الموضوع طبعا حضراتكم إحنا رحلة كده سريعة لكن التاريخ ما يتقلش كده إحنا بنحاول نوصل الصورة بنحاول ننقل بنحاول نتكلم عشان الأجيال اللي بتطلع دلوقتي بنقولهم إن التاريخ بيعيد نفسه وإن مصر وما بنعيش والله نظرية المؤامرة مصر مستهدفة من آلاف السنين من الهكسوس ومن تفاصيل كتير أو من مؤامرات كانت بتبس في الداخل عشان تهد البلد دي لكن البلد دي دايما ربنا مسلط لها أو مسخر لها أهلها في ربط إلى يوم القيامة وجندها خير أجناد الأرض خير أجناد الأرض والجند ممكن أنا أكون جند إن أنا أقول كلمة طيبة للناس في حق بلد أقول كلمة حق إن أنا أخلص حاجة أستطيعTO بقدر أمس المصل البلدي وأتكلم عن بلدي كويس ممكن كلنا نكون جنود وكلنا نكون دبلوماسيين وكلنا نكون مسؤولين عن كل حاجة في بلدنا لو بس شغلنا دماغنا وشغلنا ضميرنا وعملنا اللي يرضي ربنا تجاه بلدنا ده كان رصد النهاردة وقفة تاريخية ثقافية مع ضيفي الكريم بدأوا حضراتكم للاستمتاع بالوثائق الموجودة جوة الدبلوماسية المصرية في المواجهة يوميات تقميم شركة قناة السويس 1956 بشكر ضيفي الكريم المنواني الدكتور عبدالواحد وشكرا جزيلا لحضرتك تورتني صباح لك اللي عليك مع حضراتكم وبكده النهاردة كانت الرحلة الختمية للأسبوع ده في صباح ضريم نرغم مع حضراتكم وقفة كده تكنولوجية هتسمعوا في التغرير ده معلومات عن الجسوسية التكنولوجية حول العالم هتلاقوا تفاصيل كتيرة جدا وبعد كده هنرغم مع حضراتكم من فقرة الفنية هتكون مسجلة وهتستمتعوا بندو كحيتي أغاني زريفة وهنرجع لزمان التراز بتاعنا وتاريخنا ان شاء الله هشوف حضراتكم يوم السبت في رحلة جديدة من رحلات صباح ضريم وحلقة جديدة فأحلى صباح من مصر كل كلمة تصدر منه لها وزنها وكل وثيقة يخرجها تثير رعب أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم إنه العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودين اشتركوا في القناة